اهلا بكم اعلن نائب الرئيس الايراني علي اكبر صالحي امس ان بلاده ابلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها ستزيد قدرتها على تخصيب الايرانيوم من خلال زيادة عدد اجهزة الطرد المركزي لديها في سياق المتصل اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي ورئيس الامريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي على العمل معا لمواجهة نشطات ايران اقليمية المزعزعة للاستقرار بما في ذلك دعمها للحثيين في اليمن رغم ان البلدين على طرفين قيد فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع ايران اصدرت كاتدرائية مار مرقس للاخبات الارتودوكس بالكويت كتابا احتفاليا يوثق زيارة البابا التواضرس الثاني الى الكويت العام الماضي ويعتمد مبدأ الصورة تغني عن الف كلمة ويعرض الكتاب الزيارة وفعلياتها في شكل قصة مصورات ضم سبعمائة صورة ترسد محطات الزيارة لحظة بلحظة بدءا من لحظة سفر خداسة البابا التواضرس من القاهرة الى ان غادر الضيف الكبير ارض الكويت اقام ديوان الوحدة الوطنية لمؤسسه الاعلامي الزميل الراحل سعد المعتش طيب الله ثراه غبطته الرمضانية السنوية في منطقة سليبخات وحضرها عدد من الشيوخ والوزراء واعضاء مجلسي الامة والبلدي وعدد من الشخصيات والاعلاميين وجمع غفير من المواطنين والمقيمين ورحب منسق ديوان الوحدة الوطنية الزميل الكاتب بندى المعتش بالحضور جميعا شاكرا لهم هذا التجمع الوطني بهذه الايام الذي جمع اهل الكويت من مختلف طوائفهم للمزيد من الاخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة